اشتركوا في القناة 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 مشكلة مرة كبير مشكلة ان هي قندها هي لازم سوي بف لازم سوي واحد ايش ايش سموها بان يا عيال هذا لازم يتبنت كل جيم ما زال ايبن مع التعديل هذي حتى مع التعديل هذي لسه ما هيكون له اي حل ومرة ما هو فيرسة راح يتلاعب به لانه لو كان عنده خمسة ستاكات هيكون كنه عشرين في المية بونس عالتاك دامج وما في اي 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 بونس او اي فاسف في الجيم عندها الهبل هذا ما ادل ايش بيسوا فكروا فيه صراحة المفروض انه مشيلوها واظن مع الوقت حيشيلوها وقولوا عمرك بعد كده شاكو اول كان الباكستاب لما نسوي كريت دامج كان يسوي الكريت ما يجيب مية وخمسين في المية يجيب مية وثلاثين في المية ومية وثلاثين في المية دا حين خلوه تدي مية وخمسين في المية هذا البفى على شعلكو يعني بف وصل حولو فدولوا بفى على الكريت دامج حقه الشيفانة الباسف حقتها الآن وجے 5 اذا ما يهمي شباب هذا التشيج ما هو للسمون الرفت هذا التشيج للهاولين ابس والتوست تريلان لان هناك ما فيه المنتال دراجنز فهنا فلما تلعب في الماب حقه تثريز كل ما تشيل تور كل ما يزيد عندك الكلام في قضي سوى له نيرف صغير لسه ما زال اظن هيبقى من التوب 5 تير اي دي سيز بس نقصوله الدامج حق الباسف حق البوزن حقه اللي هو الترو دامج بير ستاك من اثنين تراتة اربعة خمسة ستة لواحد اثنين تراتة اربعة خمسة هذا نيرف مرة بسيط اكشيلي هو شوية اكتر من بسيط بس انه ما هيفرق معه المانا سيفنتي برسنت لهذا معناه دابليو ما تستخدمها كل شوية ما كنت تستخدمها بالطريقة تستخدمها حبتين يعني تستخدمها وانت بنتبه بدل ما انت تسوي لها اول كنا على طول في كل دقيقة ترمي دابليو على المينيونز تشيلو ما المينيونز بسرعة الان بيقول لك والله ترتصر في سبعين مانا في قبل اكتستاج فما هو ما هو النيرف اللي حيطلع من على القيم بس انه بيسولو بلانسين شوية باروس سوولو حاجة جديدة بحال يرجعو القيم البونوس اتاك سبيد رايشو هذا الباسيف الجديد يا شباب اضافوا عليه كل ما تقتل�� Pelagor يجي لك حمسين في المية تاك سبيد زيادة طبعا كل ما تكتل منيان يجي لك 25% attack speed زيادة فهذا معنا هو انتفاكرين فيارس كالنظام ودائما طريقته فول كومبليت يلعب اللي هو كيوب من بعيد ويضرب الدنيا ده حين الدول هو attack speed modifier وأظن حتغير طريقة لعبه شوية وحتعطيله بطموطة بها أظن حنشوف فيارس في التوب إذا ما كان top tier second tier على طول بعد فين طول لها نرف بسيط على الكيوب نقصو البونس دامج حق الكيوب حقتها من 0.3.7 ل 0.3.5 نهاية تلكييم بس ما أظن حيحلونا مشكلة فين فين ما زالت مضروبة فين ما زالت بان وردي وفكو أمها قد أدو أمها أدو أمها بان يا عيال أريلايس سبتر يا عيال مرة ثانية حعن نقول البلد باث حقه أتغير حبتين كل اللي تغير فينه نقصو فغيروا وخلو وخلو ونقصو 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 وخلو في كل الحالات 20% يعني سواء ايوي ولا 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 زي ما قلنا يا شباب وهذا معناه انه ما يبغوا يشوف هما بيقولوا ما يبغوا يشوفوا يبغوا يشوفوها بس على الميجيز اللي يحتاجوها اللي يقدروا يسوي وابلاي لسلوج كل شوية يعني زي ما قلنا فيكتور وطقه هذي ينفع عليهم وحتى السابورتس اللي هما يقدروا يستفيدوا منه مرة بصراع لانه صار مرة رخيص فالكل يقدر يشتروا بعد كده الهانتين جايز هذي نفس التعديلة حقه ريلاي عدل الهانتين جايز معها لانه كان دايما اللي يشتروا ريلايز يشتروا هانتين جايز فنفس الوقت تديهم باور سبايك فنفس الشي سبوا نقصوا جولد ريكوير من حقتها اللي من أرشة ميلة في خمسمية من ثلاثة ومائتين لثلاثة ومائتين لثلاثة ومائتين بعد كده الليفين جونجل بلانتين جونجل بلانتين جونجل هذي تعديلات تنظيفات على مشاكل بلانتين أول مثلا لو أنا كيتلين كيتلين عندها الهيتشوت الهيتشوت كانت لما تضرب بيها بلانت كانت تروح الهيتشوت عليه دا حين لا ما تروح لو أنت دريفن عندك الاكس الكيو فاكن لما تضرب التاور الكيو يصير له رفريش بس ما يصوي باونس باك ما يطيح في الأرض فدا حين لما تضرب البلانت نفس الشي فسووا تنظيفات على البلانت عشان ما تشيل منك الباسيفز حقتك يعني أنت تمشي تضرب تجمع الباسيف يجي تضربها على البلانت تروح على البلانت فهذه بس تنظيفات بعد كده الريد والبلو بف فغيروا الدوريشنز حقتها أول كانت مئة وعشرين سيكند أول مرة تاخدها بعدين تسعين ثانية رحيم مئة وعشرين طول الوقت فقال اثنين كلهم طبعا فاكرين يا شباب شعال البلو بف هم من البلو بف وشالوا كمان الأون هيت فالريد كان الأول ضربة تسوي تيك يعني أنت عارف الريد لما تضرب واحد تجلس تسوي دوت بس مع أول ضربة كانت تسوي تيك من الدوت وكل ما تضرب ضربة تسوي تيك هذه ما عاد فيه خلاص فتضرب الضربة ما تسوي لك تيك وبعدين تحط الدوت اللي هو الـ 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 على العدم اللي قدامك وفي نفس الوقت شعال الـ خمسة أشرف مئة اللي يعطيها البلو بف بس صار البف دايماً إجلس مئة وعشرين ثانية يعني دايكتين أوكي مايبوك تستخدمها as a damaging ability ما تستفيد منها دامج تستفيد منها ساستين بس يا شباب غير كذا برضو على الـ نفسه رد برامبلباك مادريش الـ رد برامبلباك هذا أوكي قالوا للماجيك رزيست حقه لأنه في ناس كثير يعني الـ مايقدروا ياخدوه بنفس السرعة الـ الـ هذا اللي يغيروه فاكرين شباب في البري سيزن قبل شوية في السيزن الفات او في الباتش اللي فات ايش كانوا يسوي الشباب كان يسوي العالم يروحوا ياخدوا رد بعدين ياخدوا الـ يصير لفل ثلاثة يسوي غانك بوت على طول شعلوا الـ حق الـ أول مرة تشيلهم نقصوا من 125 إلى 62 فما تقدر تسوي لفل ثلاثة على طول تيجي فأول مرة تقتلها هتاخد 62 ثاني مرة تقتلها هتاخد 125 هذي بس عشان يحلوا مشكلة اللي هو خلاص تعرف الجنجل في الرائح كارجف الكولوسوس سووا لها بسيط ما اظنوا حيحلوا مشكلتها الكارجف الكولوسوس 30 ثانية خلق 45 ثانية بداية الـ إلى النهاية الـ تصير 18 ثانية ونقصوا الـ حقها من 7% ضرب 5 لـ طبعا انت عارف لو جنبك أربعة خمسة لو جنبك أربعة لو جنبك خمسة هتجي هتسوي 25% ماكسمم أول كان هتسوي 35% فالدولة هنعرف بسيط وأوادم كثيرة من السكوشيز زي في أكثر الناس هيتأثروا بالتأثير هذا لأنه باي كانت ما تحتاج تشتري أي آيتم تانكي عشان عندها كارجف الكولوسوس لحين يمكن لازم يمكن لازم تشتري آيتم بس ما أظن الفركز أظن يبغالها نرف كمان بسيط عشان يحل مشكلتها بيرفرفبتل بعد ما نرف أمها ذي قاتتت طرعوها من الجيم تقريباً لكل الـ ADCs سوالها بوف بسيط أو لكل الناس سوالها بوف بسيط على أساس يبيحاول يرجعوها ويخلوها زي ما هي ستاك دوريشن كان 4 ثواني ستاك ثواني ستاك ثواني الماكستاكس كانت 10 رفعوها فاكرون نرف اللي سوها 10 كانت 8 رجعوها 8 كانت 6 أول بعدين صارت 10 والدامج بيرساكت من 1 لستة كل ستاك لواحد ثمانية كل ستاك يعني انهاية الجيم ممكن يكون لديك 64 ستاك ايش معنا الكلام هذا؟ هذا بوف لكل الـ ADCs اللي يعتمدوا على اللي يحتاجوا فايرفر مش الـ Auto Attack Based اللي هم الـ Caster Based ADCs وهذا بوف عظيم على الـ ADs Top اللي يلعبوا فايرفر ياسوا يا شباب ياسوا مع الـ Change هذا انتوا عارفين ياسوا مع كل الـ Auto Attack انت تاخد ستاكين الميليز مع كل الـ Auto Attack تاخد ستاكين مش تاك واحد مش زي البقية ياسوا حيصير مضروب مرة تانية ياسوا ايزا بير مبان لا تنسوا يعني لا نشوف ياسوا لا نشوف رينقر لا نشوف فين ثلاثة هادولا هتشوفهم في أي جيم هتندم الـ Spectator Mode هذا في الباتش في الـ Client الجديد اللي ينزل الـ Client الجديد يا شباب لحنا الـ Spectator Mode سوري لا 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 هذي مش الـ Client الجديد هذا الـ Spectator Mode تقديرات الـ Spectator Mode صار دحين تقير تشوف كل تيم ايش عنده Dragon ايش اخده Dragon انا هذي ابغال اشوفه صراحة ما اشوفتها الـ Polo King Matches هاده موه ضروي Spectator Mode برضه يبريك الـ Polo King Nexus Siege Matches فأي شي غير الـ في حاجات جديد اضافوها الـ Spectator عشان تشوف الحاجات اللي ما كنا اشوفها اول اهم شي هذا منها Drake Buff اللي ما كان يبن بعد كده League Client Updates هذا الـ Client الجديد سووا تعديلات اللي فيه Rotating Game Mods are now available نزل الـ Rotating Game Mods اللي هو كله سبوع Game Mode جديد Polo King Custom Games do not support بلا 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 ما هضروري Players can once again spectate دحين تقرسيب الـ Spectator اللي صحيح باتده طرح تقلق spectate في الباتده في الـ Client الجديد Players can now change their Key Bindings from Update Client without having to enter the game هذا الشي الجديد في الـ Client الجديد تقرس تروح تغير الـ Key Binding حقتك مش وانت في الـ Game من بره الـ Game هذا الشي جديد ضعه مره كويس Added Low Spec Mode هذا Low Spec Mode اللي إذا كان جهازك Low Specification انت بس تضغط عليه يقلل كل الخواص حقه الفيديو عشان تلعب بالـ Game انت ما عنده مشكلة Players will now see the Notification when they receive a gift لما يجيك Gift Cheek Notification هذا في الـ Client الجديد أظن For those و بلا 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 هذا مو ضروري Notable Fixes هذي تصليحات في الـ Client هذا الـ Queue Health Update هذا تعديل بسيط يا شباب على كيف ريوت يقولون لنا ما يشي عندهم مشكلة في الـ Queue الـ Solo Queue والـ Ranked Queue الـ Ranked Flex Will be removing the ability to queue up as 4 طبعا قالوا في الـ Ranked Flex ما هيكون فيها أربعة هيكون فيها واحد اثنين وثلاثة وخمسة فقط لما يكون علامة صح على الـ Queue معناها الـ Queue شغال Means Queue times are generally low matches are fair and role selection is well distributed awesome هذي معناها إيش لما يكون على الـ Queue علامة صح هيطلعوها شكل شي جديد هيطلعوه جنب الـ Queue لما تلعب في الـ Queue ما أدري فين حيبنوه هنشوفها لما يكون علامة صح معناها الـ Queue times أي وقائة الـ Queue قصيرة كويسة الـ Matches هتكون fair الـ MMR الـ Matchmaking هتلعب ضد ناس قريبين منك and role distribution احتمال كبير تأخذ الـ Role واحد من الرولات اللي انت طالبها لما يكون علامة تعجب means one or more matrix are veering towards suboptimal لما يكون عليه علامة تعجب يعني واحدة من الأربعة هادولة هتكون مضروبة ما قالوا أي واحدة هتكون أي واحدة منهم هتكون مضروبة لما يكون علامة كده إيش يسموه هذا مفق معناها بيسووا fix بيسووا maintenance هذه بس طريقة جديدة لريوت كيف حيورونا إيش صاير في الـ Queue حس Higher weight position preferences schedule وبكده يا شباب وانتوا طيبين خلصنا patch note 6.24 نشوفكم في الباتش الجاي وانتوا طيبين السلام عليكم أي واحد سلام عليكم أي واحد اشتركوا في القناة